اتهمت الأمين العام المكلف من الحزب الجمهوري السوداني أسماء محمود محمد طه قوى الحرية والتغيير الحاضنة السياسية لحكومة الفترة الانتقالية اتهمتها بالفشل في تحقيق أهداف ثورة ديسمبر وطلبت القوى المشاركة في حكومة الفترة الانتقالية بتقديم الاعتذار للشعب السوداني على ذلك الفشل وانتقدت إضافة مادة للوثيقة الدستورية بتشكيل مجلس لشراكاء الحكم الانتقالية نحن فشلنا فشل زريع جدا في اننا نحقق المطالب او جزء كبير من المطالب ادعوا لها شهدانا وده يعني بيوجب الاعتذار وانا برضو من المنبر دابة طالب قاحت لانها هي اللي تولد غيادة العمل في السورة وبعد ذاك تفرتقت بالصراعات الكثيرة ان حقها تعتذر للشعب السوداني عن الفشل الحصل وانها تبتدي صحيح مسارة بصورة اكتر جدية برضو من الاشياء الواضحة جدا الحصل فيها الخلل مسألة اضافة المادة تمانين اللي هي المادة دية بتبرر قيام المجلس بتاع الشركة وده حاجة لا توجدت في اتفاقية جوبا ولا كانت جزء من الوسيقة الدستورية والنقاش ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من الخرطوم السيد نور الدين صلاح عضو المجلس المركزي لحزب المؤتمر السوداني القيادي بقوى الحرية والتغيير كما ينضم إلينا أيضا عبر الأقمار الاصطناعية من الخرطوم السيد عمار الباقر عضو سكرتارية تجمع المهنيين السودانيين أحييكم وأبدأ مع سيد عمار الباقر الاتهامات التي توجه للحاضنة المدنية للثورة السودانية هل تعتقد أنها في محلها يعني عندما تقوم السيدة أسماء طاها بتحميل الفشل لقوى الحرية والتغيير هل هذا في محله أم كان يجب أن تتحدث بشكل أوضح من ذلك وتقول أن أيضا من يتحمل هذا الفشل هو المكون العسكري داخل السلطة الحاكمة الآن سيد الباقر بسم الله الرحمن الرحيم أحييك وأحيي مشاهدي قناة الجزيرة في كل مكان كما أحيي السيد نور الدين بابكر وفي الحقيقة ما قالته السيدة أسمى محمود محمد طه هي حقيقة نجد أنه من الصعوبة إنكارها أنا الآن أمامي إعلان الحرية والتغيير ونجد أن مهام الفترة الانتقالية تحدث إعلان الحرية والتغيير عن تسعة مهام هناك ستة منها لا يتناطح عن زان في أنها لم تنفذ بعد وقف التدهور الاقتصادي لا يستطيع أحد أن ينكر أن التدهور الاقتصادي لا زال مستمرا إعادة بناء تطوير المنظومة العقلية والعدلية والحقوقية العمل على تمكين المرأة السودانية ومحاربة كافة أشكال التمييز والإضطهاد تحسين على غات السودان الخارجية وبناه على أسس الاستقلال والمصالح المشتركة والبعد عن المحاور وإلى غيرها ستة مهام من المؤكد تماما أنه لم يتم إنجازها أما الحديث عن من يتحمل مسؤولية هذا الأمر نجد أن المكون العسكري يتحمل الجزء الأكبر من هذا الفشل وهم الآن يحاولون أن يلقوا بهذا الفشل إلى المكون المدني ولكن لهم دورهم الأكبر في ذلك أي سلطة يا أخي العزيز هي لديها عنصران هامان السيطرة على أسباب القوة والسيطرة على أسباب المال نجد أن الوزيطة الدستورية قد منحت المكون العسكري السيطرة الكاملة على أسباب القوة بينما نجد أن قوة إعلان الحرية والتغيير بضعفها أمام المكون العسكري وعدم تمسكها بمطلوبات الثورة قد منحته السيطرة الكاملة على الاقتصاد السوداني بوضع اليد بالسيطرة على الشركات الاقتصادية الرئيسية الموجودة في البلاد السيطرة على الموارد الطبيعية في البلاد إذن سيطرتهم على أسباب القوة وأسباب المال هم لديهم النصيب الأكبر من السلطة وبالتالي يتحملون النصيب الأكبر من الفشل سيد نور الدين بضعفكم كما يقول السيد همار الباقر كقوة حرية وتغيير بأن تركتم الساحة للمجلس العسكري أن يستأثر أو أن على الأقل يتمسك بأسباب القوة في السودان هذا في النهاية أدى إلى فشل للثورة السودانية وللأسباب التي قامت من أجلها لأهداف الثورة السودانية هل تتفق مع هذا؟ بالطبع لا أتفق مع هذا الحديث الحديث الذي يقول أن الثورة السودانية قد فشلت بشكل كامل أعتقد هذا الحديث فيه الكثير من المجانبة للصواب والمجانبة لوقاء الأحوال على الأرض نعم نعترف بأن هناك عثرات ما وقعت فيها القوة التي تقود رويكا الانتقال الآن في الثورة هناك إخفاق في عدد من المهام التي كان يجب أن تطلع بها يعني ترويكا الانتقال بموجب الوثيقة الدستورية لكن هذا يعني لا يحجب الضوء عن إنجازات عدة قامت بها يعني ترويكا الانتقال في هذه الفترة الشيء المهم الذي يجب أن ننتبه مثل ماذا؟ ما هي الإنجازات؟ ما هي الإنجازات سيد صلاح الدي؟ أعتقد مثلا من الإنجازات هناك تقدم أحرز بشكل كبير جدا للغاية فيما يتعلق بإقامة سلام شامل ومستدام في السودان نعم نحن لم نكمل المهمة بشكل كامل لكن أعتقد أن اتفاق جوبا لسلام السودان هو شيء جيد للغاية ويمكن أن يبنى عليه وهو أحد الأهداف التي قال بها ميثاق الحرية وتغيير وقالت بها بعد ذلك الوثيقة الدستورية هذا من جانب آخر يمكن أن نشير إلى أننا روما أننا سرنا ببطء في سبيل تشكيل مؤسسات الحكم المدني إلا أننا بعد عام من تشكيل تسمية السيد رئيس الوزراء وإلى الآن قطعنا شوطن مقدرا في ذلك لدينا حكومة مدنية لدينا حكام مدنيون الثورة لم تقم وصحح لي لم تقم من أجل أن تكون هناك حكومة لا تستطيع أن تدير دفة البلاد هل تتطفق مع من يقول أن الأمور تزداد انهيارا على المستوى الاقتصادي على مستوى حاجات الناس الأساسية اليوم أقرأ في الصحف السودانية أن الجنيه أمام الدولار وصل إلى 260 جنيها أمام الدولار الواحد في حين أنه عندما ترك البشير السلطة واخليع كانت ب60 جنيه فقط لغير الدولار أو أكثر من ذلك بقليل فهل تعتبر مثل هذه الانهيارات الاقتصادية من وجهة نظر البعض إنجازات سيد مور؟ أنا تحدثت لك عن أن هناك رؤيتين للأمر يجب أن نصت صحبهما معا قلت لك أن هناك إخفاقات وعثرات وقعت فيها ترويكا الانتقال وفي نفس له قلت أن هناك إنجازات ما نحن لا نمكر أن هناك إخفاقات وقلنا سواء بإسم حزب المؤتمر السوداني أو حتى بإسم الحرية والتغيير أن علينا أن نقيم مراجعات شاملة ونقدم نقد موضوعي للفترة الماضية وفي هذا نحن نتقدم بشكل جيد الآن نحن نترقب في الأيام القادمة مراجعة كاملة للجهاز التنفيذي على مستوى الحكومة المدنية أعتقد كذلك غياب الجهاز التشريعي كان مؤثرا على أداء الحكومة التنفيذية كذلك نتوقع قبل نهاية العام أن يكون هناك جهاز رقابي وقوم وماذا عن سيطرة المجلس المكون العسكري الشريك للحكم على مقدرات الأمور أو على مكام القوة كما يقول السيد عمار الباقر والتي من وجهة نظره هي التي أفشلت الثورة السودانية حتى الآن هذا المسار هو أعتقد مسار شائك لكن هذا لا يعني أننا تنكبنا طريقنا في سبيل تحقيق المدنية الكاملة التي نادت بها الثورة على مستوى الدولة في ذلك نحن ننضي بشكل جيد أعتقد أننا نحرز نقاطا يوما بعد يوم كان هناك تلكء مثلا في نقل السلطة على مستوى الولايات استطعنا أن ننجز هذه المسألة أعتقد كذلك فيما يلي إدارة كثير من المؤسسات الاقتصادية في البلاد هذا الشوط عبر التفاوض وعبر المباحثات والتفاهمات التي تقوم بها وزارة المالية مع المؤسسات المالية نعم مع المؤسسات الاقتصادية التي تديرها المؤسسة العسكرية نعم لم نتم هذا الأمر بشكل كامل لكن في نفس الوقت نحن لم نسكت على هذا وارتضينا به شيئا واقعا بل على العكس نحن نتحرك فيه عبر الجهد السياسي وعبر الضغط داخل مؤسسات الحكم الانتقالي الحديث عن فشل كامل لترويكا الانتقال أعتقد هذا حديث غير صحيح وفي نفس الوقت يجب علينا أن نعيه أن جميعنا سواء المكون العسكري داخل ترويكا الانتقال الأطياف السياسية الكثيرة المشكلة للجانب المدني يجب عليهم جميعا أن يرفعوا معدلات الثقة ما بينهم البعض وأن يعووا جميعا أنهم يبحرون في مركب واحد يعني غرقهم جميعا وغرق التحول الديمقراطي في السودان على الجميع أن يعمل سويا لقيادة السودان نحو برد سيد عمار الباقر على ما يبدو وكأن السيد نور الدين يتحدث على أن البعض ينظر إلى نصف الكوب الفارع هناك نصف ممتلع يعني هناك رفع اسم السودان من قوائم الدول الرعاية للإرهاب من قبل أمريكا يعني لم ينتهي بشكل كامل لكن على ما يبدو أنها المسألة اقتربت هناك سلام مع الحركات المسلحة وحكومة مدنية إلى آخره ألا تعتقد أن هذه أمور إيجابية يجب النظر إليها خصوصا أن الفترة قصيرة عامان فقط ليست فترة نستطيع أن نقيم فيها تجربة ثورية حقيقية صحيح آخر فاضل صحيح حديث الأخنر الدين نحن لا نقول أن هذه الفترة الانتقالية كانت هي إخفاقات بالكامل وسلبيات بالكامل هناك بعض الأمور التي تحققت بالنسبة للشعب السوداني وعلى رأسها الملف بتاع الحريات العامة هذا أمر صحيح ولكن حتى نسمي الأمور بمسمياتها أنا لا أدري بماذا يعني الأخنر الدين بكلمة طرويكا أنا أعرف أن هناك اتفاق سياسي ووسيقة دستورية طرفيها هما قوة إعلان الحرية والتغيير والمكون العسكري في مجلس السيادة الذي هو في الأصل اللجنة الأمنية للبشير نحن المرجع الذي نتحدث عنه ليست هذه الإيجابيات التي تحدث هنا وهناك ولكن مرجعيتنا هي إعلان قوة الحرية والتغيير هي وثيقة التأسيس التي تجمعت حولها كل القوة السياسية من أجل التغيير ما الذي تم في ما يخص بنود قوة الحرية إعلان الحرية والتغيير نجد أن مرزم البنود لم يتم إنجازها وما تم إنجازه تم إنجازه بشكل منقوص وشكلي حتى اتفاق السلام الذي نتحدث عنه هو بنص الوسيقى الدستورية مفترض أن يتم بإشراف وسيطرة الحكومة المدنية أو المكون المدني أو مجلس الوزراء هذا الاتفاق تم بسيطرة وهيمنة كاملة على المكون العسكري على حساب المكون المدني وهو لم يخاطب جزور الأزمة كما نص عليها إعلان الحرية والتغيير بل هو اتفاق كان أشبه بالاتفاق الذي تم في العام 2005 اتفاقية السلام الشامل مجرد تقسيم لسروات ومجرد تقسيم لمناصب بين أطراف الموقعة على هذا الاتفاق وقد مررنا بهذه التجربة في العام 2005 وأفضت إلى انفصار الجنوب في نهاية المطاف إذن نحن في حاجة إلى تغيير موازين القوى لصالح القوى السورية التي قامت بالثورة والثورة لم تفشل بمعنى سيد عمار تغيير موازين القوى بمعنى ماذا؟ بمعنى أن ما يحدث الآن هو بالكامل في غير مصلحة الجماهير عندما نتحدث عن الضائق الاقتصادية الضائق المعيشية نتحدث عن غياب الخدمات الأساسية بالنسبة للمواطن السوداني عندما نتحدث عن سياسة خارجية يتم انتهاجها وفقا لمبدأ البعد عن المحاور والمصالح وأن تكون المصلحة الوطنية هي الأساس والمحرك هذه هي مطالب السورة لم ترد أنا لم أفهم أيضا من الإجابة لم ترد أنت تقول يجب تغيير ميزان القوى ما المقصود بهذا؟ تغيير ميزان القوى لصالح الجماهير جميعنا يعلم الآن أن الأطراف التي تقود الفترة الانتقالية هي قد فقدت الكثير من حواضنها الشعبية وإلا لما كانت الدعوات للخروج في 19 ديسمبر وتوالي دعوات الخروج طوال السنة الماضية إذن نحن في حاجة إلى تغيير موازين القوى لصالح هذه المجموعات الموجودة في الشارع يعني نعطي السلطة غدا للشارع السوداني اذكر لي أمر محدد سيد عمار ماذا تقصد بتغيير موازين القوى لصالح الجماهير للثورة والشارع السوداني يا أخي الفاضل طرح تجمع المهنيين سابقا أن المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير لم يعد ممثلا لقوى إعلان الحرية والتغيير نفسها ونحن في حاجة إلى مؤتمر عام لإعادة هيكلة هذا المجلس المركزي لم يتم إنجاز هذا الأمر هذا الأمر سيعيد ضبط توازنات القوى إلى صالح الجماهير وإلى صالح الشعب السوداني وإلى صالح العديد من المجموعات الموجودة الآن على الأرض وهي غير ممثلة في المجلس المركزي هذا واحدة من الإجراءات التي ينبغي عملها خلال هذه الفترة الانتقالية حتى نعبر فيها بسلام سيد نور الدين اسمح لي هناك نقطة بالتأكيد أنت أدرى بها مني أن الناس مع طيلة الوقت ومعها أوضاع اقتصادية تزداد خطورة يوما بعد يوم عدم الوصول إلى الفاعل الحقيقي وراء قتل المئات من السودانيين بين الثورة السودانية هذا سيجعل الناس تكفر بالثورة تكفر بكم أنتم قيادات لهذه الثورة ومن الممكن أن يطالبوا حتى إما بعودة النظام القديم أو بأعطاء الفرصة كاملة للمكون العسكري ليدير الأمر ألا تنتبه لهذا الأمر سيد نور الدين لا أعتقد أن كل الخيارين مطروحين لدى الشارع السياسي السوداني لا عودة النظام القديم ولا حتى إعطاء أي جهة عسكرية ما تفويلا لقيادة السودان في المرحلة المقبلة لا أعتقد أن الشارع السوداني والشعب السوداني بعد كل هذه السنوات الطويلة من النضال المستمر سيقبل خيارا مثل هذا أعتقد أن النقد الذي يوجهه الشارع أو حتى يوجهه بعض الشركاء السياسي لقوة الحرية والتغيير في بعضه هو نقد موضوعي وأعتقد أن الواجب على قوة الحرية والتغيير أن تعقد مراجعات شاملة سواء على المستوى التنظيمي كما أشار إليه ضيفكم الكريم الأستاذ عامر وأعتقد أننا الآن بصدد مؤتمر تنظيمي ستقيمه قوة الحرية والتغيير لمراجعة هيكلها وأشكال كيفية صنع القرار داخله باعتبار أن هذه واحدة من الملفات المهمة التي أقعدت نوعا ما بالحرية والتغيير على الجانب الآخر وما يتعلق بالآداء التنفيذي وشكل الآداء الحكومي هو كذلك مسألة نحن لا نقول أننا راضون تمام الرضا عن الآداء الحكومي طيلة العام الماضي نحن نذكر أن الجهاز الحكومي له حوالي عام وعدة سابيع وليس عاما من منذ قيام الثورة أعتقد هذه الملفات يمكن مراجعتها ويمكن الحديث عن التوافق خصوصا بعد ضخط شرايين جديدة في الانتقال بانضمام رفقائنا في قوة الكفاحة المسلح فأعتقد هناك الكثير من الأشياء الإيجابية التي يمكن أن يبنى عليها ولا أعتقد رغم الآداء السالب هنا وهناك في عدد من الملفات أشكرك ستجعل الشعب السوداني ييأس من ثورته السيد نور الدين صلاح الدين عضو المجلس المركزي لحزب المؤتمر السوداني القيادي في قوى الحرية التغيير شكرا جزيلا كما أشكر ضيفي من الخرطوم أيضا السيد عمار الباقر عضو سكرترية تجمع المهنيين السودانيين شكرا جزيلا لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر